زي ما بداية شهرها تور بداية زرع الأمح فالحد الأول والتاني نقدر نعتبرهم كأنهم أحد رفاع صوم الميلاد اللي هو صوم الثاني من الأهمية في أصوام الكنيسة صوم الميلاد صوم التجسد صوم زرع الكلمة المتجسد في أرضنا الفقيرة عشان يبقى في أجمل صمرة للبشرية وبكورة حنطتها الحقيقية شخص ربنا يسوع المسيح حبة الحنط الحقيقية هي ربنا يسوع المسيح القمح إن كان هو الطعام البائد فشخص ربنا يسوع المسيح هو الطعام البق فمن هنا نفهم كان ليه التكرار نقطة كمان مهمة أوي نلاقي في المثل ربنا لما جيه يزرع هو هو الزارع ما اختلفش في كل أنواع الأرض في كل أنواع التربة الزارع هو هو وعلشان في ناس كتير ممكن تقول هو ليه أنا ربنا سيبني هو ليه ربنا ليه ناس وناس هو ليه ربنا مهما صلي مش بيتم أي استجابة لا اللي إنجيل بيأكد لنا الزارع هو هو ربنا ما بتغيرش أمس واليوم وإلى الأبد اللعب مش في الزارع ولا اللعب كمان في البزار نلاقي البزار الأمح هي هي ما اختلفتش ليه الأرض الجيدة نبتت علشان حطينا فيها أمح والأراضي التانية حطينا فيها نوع تاني لا نفس النوع هو البزار نفس البزار اللي ترمد في كل أنواع الأراضي يبقى الزارع هو هو والبزار هي هي إيه اللي اختلف بقى نوع الأرض اللي اختلف أنا أنا اللي بختلف مش الزارع ولا البزار الفروق في الأرض في أرض لا تسمر مهما عملت فيه ما بتجيبش صمر مهما تتكلم معاه ما فيش نتيجة في أرض تجيب على أدها 30 أرض تانية تجيب 60 وأرض تالتة تجيب 100% أرض جيدة للزراع بدون مثل لم يكن يكلمهم ربنا كان ليه بيتكلم يعني بأمثال عشان يبقى الموضوع سهل على كل الناس حتة التبسيط مهمة أوي وأنا بتكلم مع أي حد لازم أتأكد أن كلامي اللي أنا فهمه كويس وصل بنفس المعنى أوصل لأبسط حد أبسط دايماً كلامي والأفكار اللي أنا بقولها علشان ما حدش يفهمني غلط كمان بدأ يفهمهم أو يكلمهم من خلال الطبيعة شيء سهل أو بالنسبة لهم يقدروا عن طريق الطبيعة والأمح والزرع يفهموا المعنى الروحي اللي ربنا عايز يوضحها لهم المثل دا الحقيقة من أشهر الأمثال اللي قالها ربنا يسوع المسيح وموجود كمان في ثلاث أنجيل متة ومرقص ولوءة متة ومرقص أربعة ولوءة تمانية الحد اللي فات نفس المثل دا تقال من إنجيل لوءة النهاردة تقال من إنجيل بشارة معلمنا متة نوعيات الأرض زي ما قلنا أول حاجة أول نقطة مهمة الزارع هو هو ما حدش يرمي اللوم على ربنا ربنا ما بتغيرش ربنا مش بيعاملنا بفكرة الفرقات دا يستاهل ودا ما يستاهلش ربنا هو هو هيتعامل بمحبة هيتعامل مع كل الناس عمره ما هيأثر محد البزار هي هي بزار الإيمان اللي هي كلمة ربنا ربنا ليه إرادة سبتة إرادة وحدة عايز إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون اللي تغير بس الأرض اللي بيتغير بس هو الإنسان ترجمة نانسي قنقر